بدأت أحداث قصتنا في اليابان وبالتحديد في العاصمة توكيو سنة 1971 وقتها تم النداء للرحلة 351 أعزائي الركاب حان وقت ركوب الطائر أرجاء من الركاب التوجه إلى صلة الانتظار وبالفعل توجه الركاب للصالة وبعدها ركبوا الطيارة عشان يستعدوا للإقلاع وأقلعت الطيارة من العاصمة توكيو إلى مدينة فوكو أوكا يجي للركاب اللي كانوا ينقسموا لرجال أعمال عندهم اجتماعات وأطباء عندهم عملية جراحية عاجلة وعدد كبير جدا من طلاب الجامعات حتى المدير التنفيذي لشركة بيبسي وعازفة القتار المشهور مورياكي وكاباياشي ورجل دين أمريكي في رحلة تبشير كان لليابان أو دعوة النصرانية كل هذول الناس كل واحد فيهم كان يبغى يوصل لوجهته لسبب مختلف عن الثاني وجمعتهم هذه الطيارة وهذه المغامرة بتفاصيلها فما أطبع عليكم في المقدمة أخينا نتعمق في التفاصيل أكثر وعلى فكرة للمقاعد أصور لكم من اللوكاشن حق القناة التاريخية فاللي ما يعرف أنه أنا عندي قناة تاريخية ونزل فيها مقاطع وترى على فكرة مقاطع جدا 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 رهيبة أتكلم عن التاريخ بحضارات بأحداث بأماكن فالقناة جدا رهيبة ومرتبة أحطى لك من رابط تحت وما أطبع عليكم المقدمة أخينا نقول بسم الله نبدأ لها الرجال بعد فترة من الجلوس الهادي في الطيارة إلا وتعبر الطيارة هذه من جبل فوجي كانت وقتها الساعة 7 صباح فجأة بدوم مقدمة وقف واحد اسمه تاكامورا تاميا ويطالع كذا في الموجودين في الطيارة كله بنظرة حادة بنظرة غضب إلا وفجأة يقول لهم أنا أعلن أن هذه الطائرة صارت طائرتي أنا واللي يبغى حياته لازم يسمع كل كلمة أقولها وينفذ الأوامر بعكس المتوقع هو على باله كان بيصير في فوضى في الطيارة جلسوا الركاب يطالعوا كذا ببع إيش بذل بزر ولا كلمة ولا حركة ولا أحد أعطى أي ردة فعل كلهم طالعوا كذا فيه باستهزاء وكملوا اللي قاعد يقرأ جريدته واللي يكمل وشخر ونام وهذا ولا كأهم ولا كأهم يقف هددهم وقلوا من الطيارة ترى مخطوفة يا جماعة الخير لا أحد أعطاه اهتمام نهائيا طيب الآن أكيد أنتم تسألوا لماذا كل هذا البرود وعدم الخوف من هذا التهديد خصوصا أنه مستحيل واحد يوقف فجأة ويقول بصوت عالي كذا في الطيارة وبثقة أنه راح يخطف الطيارة وما حيطالع فجهه السبب يا عزيز المشاهد أنه كان في ذاك الوقت فيه عدم اهتمام من الناس في هذه الفترة في اليابان فما كانت هذه الحوادث تصير بشكل دائم وما كان يسمع عنها ولا كان يعرفوها أساسا ما كانوا حتى متوقعنا تصير حتى في الأحلام لدرجة أنه في هذه الفترة حتى ما كان اختطاف الطيارات يعتبر جريمة أن حدوثها كان نادر أو منعدم تماما نجل المراهق أو الياباني اللي اسمه تاكامورا مدري إيش لما شافوا أن الوضع هادي ما حتفعل معاه وكلهم صفوه عصب قال لهم أنتوا كيف تتجرأوا واتطنشوني أنا واقف وأقول لكم أنا خاطف الطيارة وأنت ولا واحد منكم حتى رمشت عنه بخوف تستهبلوا إلا ويأخذ شنطته ويطلع منها سيف ساموراي وقته هنا كلهم ذهل من الموقف اللي صار أووو سيف ساموراي يعني الهرجة صدق مو مزحة ولا كب كلام لا الهرجة طلعا ذلك سيف ساموراي بعضهم قالوا لهم كذا بسخري يتريقوا منه يا بوي تراك أشغلتنا أنا خاطف الطيارة أنا خاطف الطيارة أنا خاطف الطيارة أنا خاطف الطيارة تراك أنت لحالك وبسيف واحد وشوف إحنا قد إيش ركابة للطيارة فأحسن لك حط السيف على جنب لا تتعور فيه واجلس كله نجي عليك ونخليك تعفض الأرض فأهجد فهنا ابتسم كذا المراهقة تاكاموري بابتسامة خبيثة طالع الناس كلهم وراه طالعوا اللي وراه ليش هو بعد يعني إلا واصحابه كلهم موقفين وراه كلهم صف وكل واحد معاه سيف ساموراي وقعدين يهددوا الركاب يعني باختصار الطيارة تم اختطافها أيها اليابانيون من طلاب جامعيين نجي لهوية الطلاب الجامعين هذول اللي خطفوا الطيارة هذول الطلاب كانوا سنة أولى جامعة في جامعة توكيو وأصغر واحد في المجموعة ذلك المراهقة اللي مسك السيف وأول واحد قام يهدد ويقول لنا خطط الطيارة ترى كان عمره ما يتجاوز 16 سنة بس الصدمة موهنة تذكروا عازفة القتار اللي كاعد مان في الطيارة في البداية قلت لكم ترى هذا مشهور عندهم في اليابان وعازف قتار هذا كان ضمن المجموعة اللي خطفت الطيارة وطلع لهم كذا كما بسيف الساموراي فاجأ كل الناس لنهم كلهم يعرفوه مشهور في اليابان مو بس كذا هذول الجامعيين ومعاهم عازفة القتار هذا كانوا شانين في شي نطهم مسدسات ومختلف أنواع الأسلحة بتقولوا طيب أمنى المطار ما لاحظوا هذا في التفتيش ما يعني ما صار التفتيش أمني قبل ما يطلعوا الطيارة زي باقي المطارات في العالم يعني حاب أقول لك أنه يا عزيزي الحوادث اللي زي هذه كانت شبه منعدمة في اليابان ما قد تسمع عنها أصلا إلا بعد هذه الحادثة فكان نوعا ما التفتيش في ذاك الوقت لك عليه نجلي المهم الخاطفين هذولا راحوا لحجرة القيادة اللي فيها الكابتن اللي هي الكوكبيت والموظيفين ربطوا أياد طاقم الطيارة كلهم وخلوا جزء كذا من طاقم الطيارة يروحوا يربطوا أياد الرجال اللي في الطيارة كلهم عشان ما حيتحرك ويدارك الموقف سنفسه بطل طاقم الطيارة لما تأكدوا أنه كل موجودين مربوطين راحوا للمختطفين ذولا راحوا لهم قالوا ما أسمعوا يا عصابة عصابة أطفال كلكم ما في كبيركم إلا ذاع عازف القتار قالوا أسمع طيب إنتوا ذحين خطفين طيارة صح أو لا؟ قالوا إيه قالوا طيب إيش تبغى مننا؟ إحنا ليش ربطونا وكذا قاعد تعملونا بعنف فضحك هذا القائد البزر قال لهم والصراحة معاكم حق أنا دحن بقول لكم عن مطالبنا وإيش نبغى منكم طبعا الناس استغربت وقتا من الأحداث هذه الغريبة اللي كانت تشبه أحداث فيلم خيالي أو بعيدة عن الواقع تماما بس استغربوا أكثر لما القائد المراهق هذا قال مطالبهم البزر ذا قال نبغى نغير مسار الرحلة عشان نعدل محيط الهادي ونهبط على الجزر الكاريبي وتحديدا لمدينة كوبا يعني تونا مقلعين من مدينة توكيو في اليابان نبغى الرحلة هذه والطيارة هذه تروح لمدينة كوبا الآن حالا بالا طيب السؤال هو ليش كل هذه البلبلة والتعب والاختطاف والسيوف الساموراي والمسرحية اللي أنتم سوينها عشان تروحوا كوبا بالذات يعني طيب ممكن كنتوا تدقوا تذاكر تروحوا لكوبا عادي يعني بأي طيارة ثانية من غير وجع راس السبب أنهم ما دقوا تذاكر وراحوا هم الحال وهم بدون ما أحدر عنهم لأنهم كانوا متأثرين بحرب العصابات والقرصنة فانتهزوا هذه الفرصة بهدف المتعة فقط لغير وهم كانوا معتبرين القائد الكوبي جيفارا قدوتهم ومثالهم الأعلى فهم كانوا يعتقدوا أن جيفارا بيكون فخور فيهم والسبب الثاني أن كوبا كانت تحت رئاسة واحد اسمه فيدل كاسترو وهذا الرئيس كان صاحب أفكار شوعية فذاك الوقت فاعتقدوا هم أنهم إذا راحوا بهذه الطريقة لهذا الرئيس والدولته بيجيهم دعم من كوبا وبيقعدوا فيها وبيدخلوا التاريخ من أوسع أبواب وزي ما دخل تاريخ جيفارا وغيره فكانت خطوتهم الجاية أنهم بعد ما يوصلوا هناك يأخذوا تدريبات عسكرية في كوبا وبعدها يرجعوا لليابان بأسلحة وعتاب ثقيل جدا وجيش جرار عشان يطيحوا بنظام الحكم الامبراطوري وبعدها ينتقلوا لأي دولة ثانية حكمها امبراطوري أو ملكي ويقلبوا فيها الحكم ويدخلوا فيها الأفكار الشوعية ويحكموها مجموعة بزورة كذبوا عليهم اللي دحان بقول لكم من هم سلطة أكبر منهم وخلوهم يضيعوا في خريطهم طبعا هذه الأفكار ما هي الأولى اللي حصلت في اليابان لأنه في ميليشيات اسمها الجن الأحمر الياباني دوبي اقول لكم بقول لكم قداما هو قلت لكم هذول الجن الأحمر الياباني عندهم الفكرة الشيوعية فكانوا ينشروا الخراب ويحاربوا الجيش ونظام الحكم عشان يبثوا سمومهم في الشعب الياباني ويسيطروا على الحكم بالقوة فأشعلوا وقتها حرب أهلية في العاصمة توكيو وباقي مدن اليابان كلها وأحرقوا المدنيين كلهم تحت اسم ديمقراطية مزيفة طيب أنا لش بدخل مضاعن في بعض إيش دخل هذا في هذا اللي دخل هذا في هذا يا عزيزي لأن ميليشيا الجن الأحمر الشيوعية هي نفسها اللي جندت هذول المراهقين وسلحتهم ومولتهم بمن فيهم عازف القتار هذا المشهور عشان ينفذوا الخطة طمعا في الحكم فالميليشيا هنا قلت لهم أسمحوا إن ترتبوا وضعكم ونحن بنمولكم من وإلى فالخطة خطة اختطاف الطيارة كانت للمراهقين هذول السيف الساموراي فالخطة من المدينة فبعدها قال لهم الكابتن هو كان يحاول يهديهم عارف إن الوضع متأزم قال لهم طبعا أنا أقدر حبكم الجفارة وأقدر أفكاركم الذكية جدا والعبقرية بس إحنا ما نقدر نخدمكم ولو في يدنا نروح لكوبا أنا ما بقول لكم لا بس الطيارة ترى من نوع بوينغ 727 وهذه الطيارات ما تصلح للمسافات البعيدة زي كوبا لأن المسافة من اليابان لكوبا مسافة ضخمة جدا يمكن نص الأرض تروح تسافر فيها أول ما سمعوا ذول المراهقين الكلام وجدهم لحظة إدراك إنه كيف ما فكرنا إنه هذا الشي صح مستحيل ممكن يكون شبه مستحيل أو شبه مستحيل فالحل الوحيد عشان يوصلوا لكوبا إنه يروحوا من توكيو لمدينة ثانية وينزلوا فيها ويتزودوا بالوقود وبعدها يطيروا لمدينة ثانية وينزلوا فيها ويتزودوا بالوقود عشان يقدروا يوصلوا لكوبا يعني حيكون ترانزيتل على أكثر من مدينة بس هم وقتها قالوا لو يا جماعة الخير إحنا سوينا هذه الخطة والحركة وقفنا في كذا مدينة على طول بيتم القبض علينا بدون أدنى شك مرت نص ساعة من إقلاع الطيارة وباقي نص ساعة ثانية عشان توصل الطيارة لوجهتها الأساسية فبالتأكيد إنه راح يتم اعتقالهم كلهم فوقت ما هم كانوا قاعدين يفكروا ايش يسووا صدمهم الطيار قال لهم ترى يا جماعة الخير يا عصابة يا موقرة يا عصابة بزورة البنزين اللي باقي في الطيارة قليل جدا ومستحيل إنه يكفي أكثر من نص ساعة يعني إحنا لو رحنا أبعد من هذا الحد بينتهي الوقود وبيخلص وإحنا في الجو وقتها بطيح الطيارة بنموت كلنا بعد تفكير قالوا تكماروا أبو 16 سنة المزعجة قالوا خلاص اسمع بنهبط إحنا في الوجهة الأساسية بس بشروطنا طلع اللاسلكي وصار يتواصل مع وزير النقل طبعا ليش تواصل مع وزير النقل لأنه أصلا ما كان فيش اسم وزارة الطيران في اليابان ذا في السبعينات فكانت وزارة النقل هي اللي تدير الطيران في اليابان فرفع اللاسلكي وقال له تكمار يقول وصلني بوزير النقل حالا بالا إحنا خطفنا الطيارة أفلانية وإذا تبغوا سلامة الركاب فلازم تنفذوا شروطي بدون تردد وقتها قام يتكلم مع وزير النقل قال له أوكي خلي الركاب يهبطوا بأمان وبعدها يتفاهم وما في إلا لحظات والخبر يوصل للصحافة اليابانية كلها شباب جميعيين وقائدهم مراهق عمروا 16 سنة يختطفون طائرة الخطوط اليابانية وذا الخبر خوف اليابانيين كلهم خاصة اللي كانوا أهاليهم في الرحلة فيبغوا يعرف ويش مصير أهاليهم اللي جوت الطيارة وبعد فترة وبالتحديد الساعة 9 الصباح هبطت الطيارة وأخيرا في الوجهة الأساسية مدينة فوكو أوكا طبعا في المطار كانوا متجمعين حجد كبير من الناس عشان يشوفوا من هذول الشباب اللي ولأول مرة يخطفوا طيارة يابانية مو بس الشعب الياباني اللي كان محوط المطار حتى الإعلام والصحافة والمسؤولين ورجال الشرطة والضباط كلهم مستغربين كلهم بيعرفوا من هذول اللي خطفوا الطيارة من أصحاب هذه الفكرة أما العصابة الخاطفين كانوا مبسوطين جدا وحاسنين أنهم ملك الدنيا وما فيها خصوصا أنه كان تحت سيطرتهم 122 راكب و7 من طاقم الطيارة راحوا عند الأبواب أسلحتهم عشان ما حد يتحرك وتواصل ذا ابو 16 سنة مع قائد حق العصابة مع وزير النقل باللاسلكي 12313 الدنيا وزير النقل وزير النقل صار يتكلم معاه واحتد النقاش فيما بينهم فقالوا القائد شوف في حضرة الوزير أعطي كيها على بلاطة بدون لف ودوران إذا ما بتنفذ مطالبنا كل 129 اللي موجودين معايا في الطيارة بيموتوا وبنقطعهم بسيوفنا نحط كل قطعة في مقعدة عشان أثبت لك أني ما راح أمزح ولو تبغى أبدأ لك بواحد أنا ما عندي مشكلة بعد مفوضات ثانية توصلوا الاتفاق أخيرا أن العصابة يفرجوا عن 23 شخص مقابل أن الحكومة تعبيلهم وقود لطيارة فل وطير الطيارة لوجهة قريبة نسبيا من كوبا فكان أقرب خيار لهم هي دولة النظام الشيوعي الأول وهي كوريا الشمالية فحطوا في رأسهم ذلك كوريا الشمالية مرحلو عشان نحن نتدرى فيها تدريب عسكري بدل كوبا ونرجع اليابان وننطيح بالحكمة الامبراطورية كوريا في هذا الوقت كانت تحت قيادة كيم أل سونج جد الرئيس الحالي كيم جونج أون اللي سبق وتكلمت عنه في حلقة سابق بحطر لكم الرابط تحت إن شاء الله نذكر فوقتها القائدة المراهق هذا فك أسر 23 شخص واختار منهم الحريم والأطفال وكبار السن وذولة احتاجات الخاصة أما بقية الموجودين في الطيارة فكان الرجال أصحاء ما عليهم شيء ولأول مرة دخلت الخطوط اليابانية أجواء كوريا الشمالية اللي أصلا ما كانت تعبورها الطيارات بهذاك الوقت كان في حضر لدرجة أن الكابتن ما كان يعرف إحداثيات موقع كوريا الشمالية فاضطرت وزارة النقل الكورية هنا أن تطبع خريطة عن إحداثيات موقع كوريا الشمالية وتعطيها للكابتن عشان يمشي على المسار دول ما يقلع طبعا فتوجهت هذه الطيارة وأقلعت من مطار اليابان إلى كوريا الشمالية اليابانيين كلهم كانوا خايفين متوترين لأنهم دحين تحت قبضة مراهقين مجانين مهوسين ما يعرفوا حجم الشيء اللي هم قاعدين يسووه في الجهة الثانية وفي عالم آخر وصل الخبر للسي آي اي الاستخبارات المركزية الأمريكية وقتها أرعدوا أزبدوا من هذا التصرف لأنه عندهم كان في الطيارة هذه اثنين من المواطنين الأمريكيين جوة الطيارة القس والمدير التنفيذ لشركة بيبسي فكان أكبر خطر هو تواجد مواطنين أمريكان لدولة معاهدية الأمريكا زي كوريا الشمالية جوة الطيارة خصوصا أنها كانت هذه الدولة كوريا الشمالية معزولة عن العالم تماما يعني بمجرد ما يشوفها زي الأمريكان على الطالب يقتلوهم ويتم القضاء عليهم بدم بارد عنصري نجي الخاطفين اللي استوعبوا أنه فيه مشكلة الخريطة اللي أعطاها وزير النقل للكبتن ما كان فيه أحداثيات الموقع ولا حتى ترددات موجات الريديو الخاصة بكوريا الشمالية عشان الكبتن يقدر يهبط بدون ما تصير أي مشاكل وبسلام والمشكلة الأكبر واللي غابت عن بالهم أنه فيه منطقة بين حدود كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وهذه المنطقة محظور فيها الطيران نهائيا يعني جيش الحدود الكوري لو شاف طيارة تمر من فوق هذا الخط الحدودي راح يتم قصفه فورا بتقول لي طيبة دز موضوع سهل جدا لش ما يغيروا الموقع ملازم يطيروا فوق هذا الحد يعني اللي هو بين كوريا الشمالية والجنوبية حب أقول لك يا عزيز المشاهد الموضوع ما كان بهذه السهولة أبدا لأنه حسب الخريطة اللي سلموها لهم وزارة النقل لازم يعبروا من هذا الخط عشان يوصلوا لكوريا الشمالية طيب إذا عبر الطيرة مدنية ليش بيقصفوها الطيرات هنا وفيها ناس مؤيدين للشيوعية أساسا اللي هم نظام حكم كوريا الشمالية لأنه ببساطة كوريا الشمالية معزولة عن العالم تماما وبهذاك الوقت ما كانت فيه تلفزيونات في كوريا الشمالية لأنه كوريا الشمالية ما دخلها تلفزيونات إلا في عهد الرئيس الحالي كيم جونج أون لا وقنوات معينة فقط منه وقنوات حكومية فالشعب الكوري وكوريا الشمالية كلها ما راح يعرف أنه هذه الطيارة فيها ناس موالين لهم بس كوريا راح يفكروا فيه أنه لما يشوفوا طيارة يابانية من اليابان خلفت قوانينهم واخترقت أجواءهم وتحدتهم فأكيد طبيعي حيبدأ يقصفوا الطيارة بكل بساطة نجي لحرص الحدود الكوري الشمالي واللي جتهم رسالة أنه في طيارة يابانية قريبة من حدودهم ورح تدخل أجواءهم بالفعل حددوا موقعها واستغربوا من هذا الفعل وترجموا على أنه هذا تحدي لهم والحين قاعدين يستنوهم عشان يدخلوا الحدود حوال كابتن الياباني هنا أن ينتصل بترددات الريديو الكورية الشمالية يعلمهم أنه ترى فيه زيارة مفاجأة وترى إحنا مسالمين فكان يقول لهم بوينغ يانغ بوينغ يانغ من فضلكم أجيبوا نحن رحلة الطيران اليابانية مختطفة من قبل جماعة تابعة لحزبكم ونحن قادمون في سلام بوينغ يانغ أجيبوا أجيبوا بس ما في أي إجابة من الجانب الكوري الشمالي التفت الكابتن الخاطفين قال لهم يا جماعة الخير يعصاب بزورة الجيش الحدود هذا الكوري ما رد علينا وإذا دخلنا الحدود أكيد أنهم بيقصفوا الطيارة بصاروخ وبنتفحم كلنا في الجو بنصير ذرة مشوية بدأوا هنا العصابة يخافوا توتروا من التهديد بس تكمار القائد أبو 16 سنة قال لهم يهو ترى الكذاب ذا لا تصدقوه لا تصدقوه ترى كوريا الشمالية مو بهذا الشر والسوء الكابتن ذا مسوي ذكي بيخدعنا عشان يرجعنا لليابان التفت للكابتن هذا الأبو 16 سنة قال له أسمع لا يكثر بس روح على الخريطة وودينا لوجهتنا المطلوبة بدون ما تكثر كلام وعض على شحم طبعا ما كان عند الكابتن أي خيار ثاني لأن القائد حط السيف على رقبته وقاعد يهدده فواصل الرحلة لما شاف قدامه طيران حربي قدام طيرتهم المدنية فوق السحاب كان هو من التحذير كان طاير إلا طيران حربي جاء حوالينه يحذرهم فعرف الكابتن هين أنه هذا الشيء معناه أنه موصل لحدود كوريا الشمالية بدأ الكابتن الياباني يحاول الاتصال بالترددات الكورية بيونج يانج بيونج يانج أرجوكم أستجيبوا بيونج يانج أرجوكم أستجيبوا إلا بالفعل استجابوا لهم واتضح أنه سبب عدم إطلاق النار على الطائرة هو استغراب الجيش الكوري من الطائرة المدنية اللي في أجواءهم فقررهم يسمعوا من الكابتن إشي اللي صاير ولا يدخل أجواءهم بالفعل سمعوا من القصة كلها اللي كانت تشبه القصص الخيالية وبدأوا يحققوا معهم يأخذوا ويعطوا معاهم إليهم في النهاية سمحوا لهم أنهم يهبطوا في مطار بيونج يانج وجهوهم على مكان الهبوط والطيران الحربي كان مرافق مع هذه الطائرة المدنية عشان أي حركة يمين يسار منا منا نقصف أبوكم في الجو طبعا الحصابة وقتها كانوا بصوتين أن كوريا الشيوعية الشمالية هذه تقبلتهم وأستقبلتهم والركاب وقتها كان يسيطر عليهم الخوف والرعب لأن دحين هم في يد مجموعة مراهقين وصاروا بيد دولة معزولة عن العالم شيوعية وما تتعرف شيء في العلاقات الدولية ولا حقوق الإنسان وبالفعل هبطوا في المطار المطلوب وامتلى المكان بالشرطة وطلاب المدارس والمسؤولين عشان يرحبوا بالعصابة اللي اعتبروهم ثائرين على الأنظمة اليابانية الفاسدة والعصابة كل ركاب الطيارة كانوا سامعين الطلاب وهم في المدرج تحت في المطار هم كانوا يرددوا النشيد الوطني الكوري ويرددوا يحيى الثائرون يحيى الثائرون اتحمسوا العصابة وزد حماسهم أكثر إلا وسط العسكري اللي تحت في المدرج يأمر الكابتن بمكبر الصوت أنه يفتح الباب ويطلع الثوار فقط بالفعل فتحوا الباب وكانت هذه الصدمة نزل العصابة من الطيارة إلا والجنود اليابانيين والأمريكان يقبضوا عليهم كلهم ويصادروا كل أسلحتهم وات كيف إش اللي صار كيف إحنا في كوريا الشمالية إيش اللي خلى اليابان وأمريكا يقبض عليهم إيش اللي صار قلتش غير طبيعي نرجع بالذاكرة الورى السي آي آي الاستخبارات الأمريكية لما عرفت بالخبر وعرفت أنه في مواطنين أمريكان في الطيارة اتواصلت ثورا مع وزير النقل الياباني وطلبوا منه أنه بحيلة ذكية جدا أنه يمثلوا على الخاطفين ويعطوا الكابتن خريطة ما فيها إحداثيات لكوريا الشمالية لا يسلموا إحداثيات لكوريا الجنوبية مع هذه الخريطة اللي يسلموها الكابتن كان في ورقة صغيرة مكتوب فيها يكتب الخطة بخط صغير جدا مع إحداثيات الراديو وموقع كوريا الجنوبية وليس الشمالية يعني الكابتن كان يعرف الخطة وأن الإحداثيات لكوريا الجنوبية ما هي الشمالية وكان يسوق أمها عليهم طول الوقت في السماء فنزلوا في كوريا الجنوبية اللي سبق وبلغوا حكومتها اليابان وأمريكا باللي صار وأنهم بيستعملوا حدودها في هذه اللعبة كلها أما الطيرات الحربية اللي كانت تلاحقهم وتخاطبهم طول الوقت وهم وفوق كان هذا الطيران الكوري الجنوبي وتم تزييف هذه الطيرات وحطوا أعلام كوريا الشمالية عشان الخاطفين يصدقون وبعدها تم إلقاء القبض على الخاطفين كلهم بحيلة ذكية جداً ما تخطر على البال وتم الحكم عليهم بالسجن بس صراحة ما تم تصريح بمدة السجن فأي مصدر المصادر اللي ذكر هذه الحادثة وبكذا انتهى منها رجعتنا لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل جلسة تنبيهات وأهم شيء صلى على حبيب قلبك طيب فمعني الله